عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض موقف مؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة وصب الوضع معايير لإنشاء مناطق جديدة وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيرا إلى أن الحكومة تحرس على متابعة مؤشرات الأداء في المناطق الحرة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها كما أشار مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تمنح للمشروعات في إطارها هذا ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل سياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار المهمة التي تم طرحها خلال الاجتماع